سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاشخاص بس اللي هتشوف الفيديو ده وبالنسبة لها اول مرة تشوفه جديد فبس هقول بالراحة كده ايه اللي حصل انا بدأت اتحدي امام كل اخواتي اللي موجودين معايا في التليجرام على الموجودين في الانستجرام سواء موجودين في عندي على اليوتيوب ان يوم ستة فبراير قلت كان معايا خمسة وتلاتين الف دولار تمام وقلت ان انا بخش تحدي ان انا قبل اخر الشهر بازن الله اقدر اعمل مية في المية من المحفظة عشان افرج اخواتي احنا عملنا ايه بالطبع فيه شوتات سكرين هنبص عليها مع بعض كمان عشان نتأكد من الكلام ده هنا كانت دي البداية هي دي صورة المحفظة اللي بدأنا بيها بدأنا بيها يوم ستة آآ فبراير عشرين اتنين وعشرين تمام وكانت بدأ خمسة وتلاتين الف ربعمية وتسعة تاشر ووعدت ان انا خلال بازن الله آآ شهر آآ فبراير قبل نهاية شهر فبراير هعمل مية في المية يعني الدعف يعني تكون سبعين الف وخمسمية فتعالوا نبص كده بالترتيب ايه اللي كان بيحصل ده هنا كانت بترتيب آآ يوم سبعتاشر وصلت الحمدلله للاثنين وخمسين الف مية وسبعين وده كان رقم مهم جدا فيه عملات كلها بتبقى في اي بي شغالين فيها وده بيبقى اهمية انك ما تبقى في محفظة في اي بي ويبقى معاك استشاري تبقى عارف انت بتعمل ايه فلو انت محفظك اكبر من التمن تلافي و اس دي تي تي تقدر تدخل معنا تقدر تاخد الرقم من الدسكريبشن وتتواصل معنا وتنضم للمحافظ الفي اي بي وتبقى موجود في الاكتتابات وتبقى موجود افضل في عمليات الستيكينج والدخل اللي بيكون ثابت من خمسة لعشرة لخمسة وعشرين في المية شهريا من مجال الاكتتابات اللي موجودة عندنا ومجال الستيكينج وان العملة نفسها اللي انت بتشتريها ممكن ترتفع لغاية ست اضعاف مش مية في المية انا ممكن اكمل معاك وغاية الستمية في المية بتاعت الرقم ده ولكن تعالوا نكمل مع بعض نشوف ايه اللي حصل اللي حصل ان يوم زي ما انا قلبت كده معاك وتساعتاشر اتنين الحمدلله وصلت للستين الف ربعمية واثنين زي ما انتوا شايفين كده كان بتوقيت تساعة حداشر آآ واربعتاشر دقيقة ونيجي بقى اخر حاجة للايف بعد كل شوت سكرين ان احنا نوصل لتلاتة وسبعين الف متين واربعة تمام فكده لو انت النهاردة بتحاول انت تشتغل في السوق ومعاك مبلغ يعني عشرة تلاف عشرين الف تمام لازم تبقى عارف انت بتشتغل في ايه لان لو ما كانش عندك خلفية انك بتشتغل في ايه فمسلا لو بدأت بالخمسة وتلاتين الف وفي ناس تتخير رقم ده رقم كبير بالعكس ده كان رقم تجربة مش اكتر من كده ولسه في المفاجأة اللي قلتلكو عليها اللي المفروض تتم بازن الله مع بعض قبل يوم خمسة تلاتة نتعودنا كلنا نفرح مع بعض اتعودنا كلنا نبقى اخوات مع بعض واخوات في الله فليسه في مفاجأة تاني يوم خمسة تلاتة ما كانش الموضوع بس هي مجرد المية في المية فلو انت عندك محفظة تقدر تتواصل معنا عن طريق الوادس تاني وتقدر تعرف ايه في نون السوق اللي من خلالها تقدر تحقق اربعة ربنا سبحانه وتعالى يسر امور وما تقومش يعني الحروب والاهوال وارجع اكت تاني فعل stop lose في اي لحظة لاني ممكن نحصل يعني هبوطات كبيرة ولو انت محفظك صغيرة وقف العملية يعني اي تداول اي تريدينج دلوقتي بتعمله او اي شيء بتعمله ارجو انك توقفه لبعض الوقت لغاية لما تستقر الاسواق ونعرف الاسواق متاجع على فين شكرا جزيلا وشكرا لكل اللي صوت يوم ستة فبراير معايا وقال ان هو عنده ثقة ان انا هوصل للرقم ده والحمد لله بفضل الله قدرنا نحققه مع بعض ويعني لكل بداية نهاية ومش كل النهاية بتكون نهاية سيئة بالعكس النهاية بتكون سعيدة وقويسة دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع اخوكم في الله الدكتور ياسر وقناتكم crypto.bentlyman والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته